تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ديوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم ووصل عدد الحجاج المترددين على العيادات إلى 7129 حجاً فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً بالمستشفيات السعودية حوالي 12 حالة وتطلق الأعلاج اللازم جمعاً غفيرة لديوف الرحمن شهدتها كافة الميادين المؤدية للحرم المكي لبدء رحلة المقدسة والتي واكبتها حالة الصنفار قصوى للفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريين من كافة البعثات النوعية وعلى كافة الأصادى لتهيئة الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة عيادات البعثة الطبية المصرية رفعت حالة الانصادات القصوى لتقديم خدماتها العلاجية للحجيج تجهيز أكتر من 18 عيادة في مكة المكرمة وحوالي 5 عيادات في المدينة المنورة يتوفر بها أكفأ الفرق الطبية والتمرضية والإدارية والعيادات مجهزة بأحدث التجهزات الطبية من الكيو أركود واللي هو المسح الضوئي اللي هو بيقدر يقرأ كافة بيانات الحاج من على الكارت بتاعه وتوفير كافة الأدوية لكافة الحاجيج احنا وصلنا لحوالي 7000 حاج الحمد لله تم تقديم الخدمة الطبية على أعلى درجة وصرف الأدوية ليهم تم تحويل 24 حالة للمستشفيات خرج الحمد لله حوالي 14 حالة ومتبقى دلوقتي 10 حالات بيتموا متابعتهم احنا بنعمل للنهار على تقديم أقصى درجات رعاية الصحية لأهالينا حجاج بيت الله ومعظم الحالات المرضية التي استقبلتها عيادات البعصة الطبية تعاني من إجهاد ونزلات برد نظرا لتغير الأجواء المناخية مترددين الحياة في تزايد الفترة الأخيرة يمكن عشان زيادة أعداد الحجاج الحمد لله ما عندناش إصابات خطيرة بس الحمد لله العيادة مفتوحة على مدار الساعة وبتقدم الخدمة لأغلب اللي موجودين في الفندق سواء كان خدمة علاجية أو خدمة توعوية من باب النصايح لأن ستك عارف قبل موسم الحج مهم جدا أن فيه نصايح تتقال للحج علشان صحيته خلال فترة الحج وعلشان إزاي يحفظ على نفسه وإزاي بقاله نظام غزائي كويس وإزاي يبقى صحيته أفضل عشان يكمل مناسك الحج ديوف الرحمن عبروا عن سعادة من البالغة بأداء الفريضة وما تقدم البعصة الطبية المصرية من خدمات صحية متكاملة مية مية حاجة ما كناش نحلمها ولا نتخيلها والله حاجة ما نحلمش بها خالص خالص حسنا نفجلنا وربنا بيعوضني صبري كله هنا المفاصل عندي كتل تهبت جيت أسول الضغط وحسيت أن فيه فعلا اهتمام مية في المية لمعاي علاجة توقف وخدت علاجة جديدة من الدكتور مدير العيادة وجزهم الله عنا كل خير اللي عنده أي حاجة بيخش مباشرة على العيادة طبية للبعصة المصرية الناس بتنبوا الواجب وقالوا لو فيه علاج ناس أو حاجة بيصرفوا العلاجة امرأتي تعبت قالوا عندها الضغط بقوا يجرهم الكل أنا عندي شوية تعب بقوا هم الكل حوالي مش هتقصر في حالة استنفار كسوة تعيشها البعصة الطبية المصرية على مدار الساعة لتقديم خدمات علاجية تصل لمستورقي لضيوف الرحمن محمد حلمي التلفزيون المصري